مرين معكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان بينضميلي في هذه اللحظات في الستوديو أستاذ حسام زايد ناقد الرياضي بالشروق أستاذ حسام من ورد ومشرف أهلا بك أمير سعيد أن أنا معك وأهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي مبركة كله تمام الحمد لله خلينا سريعا نقول قيمة النادي الأهلي لمبراط الغد أمام فريق بيرمتز القيمة لسه خرجة حالا في هذه اللحظات أقول لكم الأسماء اللي تم اختيارها كل من طبعا شريف إكرامي ومحمد الشناوي هشام محمد أيمن أشرف إسلام محارب وليد سليمان رمضان صبحي الصفقة الجديدة بالنسبة لنادي الأهلي محمد هاني مروان محسن سليف كلبالي عمر السلية أحمد الشيخ علي معلول وليد أزارو أكرم توفيق اللي كان فيه كلام أنه قرى بيروح الاتحاد لكن الرجل اختاره في القيمة كمان متواجد كل من ناصر ماهر وكريم ندفد والصفقتين أو التلات الجدات كمان بجوار رمضان صبحي كل من محمد محمود ومحمود وحيد وجيرالدو كل الصفقات الجديدة بالنسبة لنادي الأهلي متواجدة في قيمة الفريق بالنسبة لمباراة الغتب كان لاختيارات مستر لسارتي في أولى مبارياته مع النادي الأهلي إن شاء الله من خلال مواجهة بيرمز نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي واللي حيشاركوا في المباراة إن شاء الله يكونوا موفقين بشكل كبير جدا عشان يقدروا يفوزوا بسلاس نقاط مهمة صالح جمعة مش موجود في القيمة ممكن لسه محتاج وقت يتم تجهيزه بدنيا بشكل أكبر لكن أنا عايزة طبعا من كل جمهور النادي الأهلي صالح جمعة ماشي بشكل أكثر من رائع في التدريبات وكمان وزنه أقل بشكل كبير جدا وإن شاء الله يكون إضافة لنادي الأهلي في الوقت اللي حيلاقي الجهاز الفني إن صالح جمعة مهيئ بدنيا بنسبة 100% إنه هو يشارك في المباراة أكيد حيتم اختياره تبقى طبعا لرؤية الجهاز الفني وأكيد صالح لعب مهم خليني أعيد عليكم القيمة مرة أخرى شريف إكرامي محمد الشناوي هشام محمد أيمن أشرف إسلام محارب وليد سليمان ورمضان صبحي محمد دهاني مروان محسن وسليف كلوالي عمر السلية أحمد الشيخ علي معلول وليد أزارو أكرم توفي وناصر ماهر كريم ندفد محمد محمود محمود وحيد وجرالدو دي قيمة النادي الأهلي لمبارات الغد المصرية أمام فريق برمت